تبا انا اقولك على حاجة احنا احنا ما بين دلوقتي ايه عارف معانا حزبين حزب الستات اللي بتشتكي ان جوزها مش مهتمة بنفسه هي ما بقيتش تشتكي انه مش مهتمة بيها دلوقتي دلوقتي الشكوى العامة ان الستات بتقول انا جوزي مش مهتمة بنفسه هي عايزة تشم ريحة برفع حلو عايزة تشوف شكله متناصق عايزة تحس ان هي معجبة بيه لسه على فكرة جماعة يعني هم مش شرط بعد الجواز فالراجل خلاص بقى انا خلاصت اللي عندي انا بصرفه بس تمام لكن الست بتطلب حقوقها فان الراجل لازم يهتم بنفسه هي جابوا لنفسهم الكلام قاعد يقولك الستات تهتم بنفسه على الستات لغاية ما الستات بيقول طب احنا عايزة انا عايزة راجل بتايب اشكله حل انا بحس من هالزكاء جدا ان احنا لان ممكن تكون عدد معانا من الناس او نسبة معانا من السيدات بيحبوا ان الراجل يبقون نفسه بس هو الزكاية الاكتر ان انا اشوف مراطي بتحب ايه وزي ما انا بشوف او زي ما احنا بنطلب انهم هم يشوفوا احنا كرجالة بنحب ايه ويعبلوه يعني في رجالة بتحب ستات رفاعة فبتفضل الست دايما عايش حياته كل عام نرجيه عشان هو بيحب ده ففي ستات بتحب الراجل اللي يهتم بنفسه وفي ستات بتحب الراجل مش مهم يهتم بس يقدر قوي ويبقى حنين لان النهاردة لما بنوعه نتفرج احنا كرجالة على اي تمثيلية والناس كلها من غير مسميات وحنا عارفين الناس كلها بتبقى السيدات بالذات بيتكلموا عن البطل ليه عشان بيعمل الحاجات اللي ممكن تكون هي مفتقدها فبتشوف جوزها في البطل ده عايز اقول اني لازم تروح الجيم لاني مش كل الرجالة عندها هو ده هو لأ هو انا بقى مش محرك حتة اني مش كل الرجالة عندها وقت الحتة الرياضة الرياضة شيء اساسي جدا هو فويده اكتر من الشكل فويده صحيا ونفسيا علينا كرجالة اهم بكتير قوي من شكلنا وحتة اني انا ما عنديش وقت لا نخلق الوقت لا نخلق الوقت ده لازم زي ما باكل زي ما بشرب زي ما لازم يكون عندي اولويات لحية ولادي ونحية زوجتي ونحية بيتي ونحية اهلي وشغلي الرياضة شيء مهم جدا ليه؟ أولا صحيا من كتر السترس اللي احنا ممكن نبقى فيه في الشغل ويحبز ان احنا لو قدرنا نلاقي الوقت ده قبل الشغل الصبح بدري لأن ده بيساعدنا ان احنا نبدأ يومنا بطريقة مختلفة طريقة إيجابية صحية ده اللي انت بتعمله تامر؟ ده اللي انا بعمله الحقيقة اه يعني انا جات لي اكيد ما اكيدش حياتك كده من البداية لا ما بدأت اعمل او بدأت انتظم في الرياضة طول عملي بلعب رياضة بس ببطل بس من سن 35 بدأت الرياضة من نسبالي زيها زي الاكل والشرب بالظبط فكنت عشان ازبط موعيدي لان بقعد وقت كبير في الشغل فكنت بس ساعة 4 ونصف في الشتاء الصبح انزل اروح الجيم ارجع اقدش والبس عشان اقدر اروح الشغل وابقى تمام بحيث ان انا خلصت جزء مهم لا يتجزأ من اولويات حياتي لما الامور ازبطت وقدرت ان انا اقدر اروح ما فيش يوم ما اقدرش يخلص زي ما روحت شغلي لازم اطلع على الجيم الاول الحقيقة الميزة زي ما بقولك لان هي بتخلي الواحد يطلع كل الاسترس اللي عنده ايا كان معروف ان الساعات الصباحية المبكرة بتبقى اكتر وقت تقدر تاخد فيه الطاقة الايجابية اكتر فده احسن وقت تقدر تعمله وبيخليك تبدأ يومك بطريقة صحية لكن لو ده ما حصلش ودلوقتي انا بقدر اعمل ده ان انا اقدر اروح بعد الظهر او حتى لما اخلص شغل بس ما بقى عندي ده عامل رئيسي ما اقدرش ارجع البيت من غير ما يومي عدي من غير ما اروح الجيم احساسك ايه بعد ما بتلعب رياضة لأ احساس تنخلص عشان الرجالة برضو تبقى حرفة احساس ما بعد الرياضة يعني ممكن تبقى اصعب احساس في الدنيا وانت داخل الجيم وخصوصا لو داخلها بالليل او صحية من النوم الصبح عشان تروحي واسعد لحظة وانت خارجة من الجيم وبتبص على كل الناس اللي هم ديسة داخلين وبتحس انك انت حققتي حاجة مهمة قوي في يومك وهو البني ادم لو ما عندوش اهداف يومية بيصحى عشانها هتبقى حياته صعبة قوي وخصوصا للرجالة تبقى حاجة كائبة هتبقى ضميرك مقنبك والاغرب انك بتلاقي نفسك طالما عودت نفسك انها بقت حاجة اساسية في حياتك انك سفرياتك حياتك بتدورها على محور انا عايز اععد في فندق في جيم عايز اععد في حتة لو هسافر برا حوالي جيم فبتلاقي ان انت زي ما بتفكر انك انت تاكل وتشرب وتلبس وانك لازم تلعب رياضة